لم يعد الأمر اختيارياً للحماية من فيروس كورونا إذ أمس واجباً صحياً وضرورياً على كافة المواطنين التقيد بالسلامة العامة لكن ما تزال فئة من المواطنين لا تتقيد بهذه الإجراءات على الرغم من بساطتها آه مش الكل يعني بعض من الناس بتحطها بس إيش إذا كانت شافت مثلاً ناس يعني أو يعني مسؤولين بتحطها وفيه ناس بتحطاش مش كل الأماكن في أماكن فيها التزام كبير في أماكن ما فيها التزام من جانب آخر يجد مواطنون أن نسبة الالتزام بآدوات السلامة العامة ترتفع على عكس أيام ماضية والله ما شاء الله عليهم فيه التزام كثير وزيادة عن اللزوم كمان الحمد لله بس مش اللي يعني شوي يعني نقول نص المواطنين ملتزمين والنص الثاني مش ملتزمين طب اللي غير ملتزم شو نحكي له بحاوبة لنك تلتزم قدر الإمكان أحسن من الأول فيه بس ليس كامل بس أفضل من أول إن شاء الله أنه يعني الناس سوعب أكثر مني كثير من معهم سوعب أكثر للموضوع هل بات الأمر يتوجب تغليض العقوبات على من لا يلتزم بأدوات السلامة العامة فهناك من أكد أهميتها لكنه لم يلتزم بها الله فيه هيك وهيك فيه ناس ملتزمة وفيه ناس مش ملتزمة هس اللي بلتزم بحافظ على صحته بحافظ على صحة المجتمع صحة بيته وعياله وأهله واللي حواليه اللي ما بلتزم عاد بدي يضر حال ويضر الناس عدم التزامي أنا كمامتي خربط وبي نازل أشتري كمامي وازدياد الحالات يعني ساهم عنا بزيادة وعي المواطن الحمد لله رب العالمين طبعا إلا فيه فئة معروف لسه مش مقتنعين في موضوع أنه فيه كورونا ما فيش كورونا شو تأثمد تأثيرها بس الحمد لله رب العالمين لا والله فيه التزام أكثر أنا والله لأنه مكان يعني مفتوح لشان هيك لكن لما بفوت على أي مكان مغلق يعني مباشرة بشيلها وبلبسها الجميع اليوم مطالب أن يحافظ على السلامة العامة لكافة المواطنين وأن يحرص على عدم انتقال العدوة وذلك بالالتزام بالإجراءات الوقائية